السلام عليكم ورحبكم معي من جديد ووصفة جيدة ان شاء الله انتمنى تكون في احسن الاحوال وصفتنا اليوم عبارة عن تحلية او تشيز كيك اللي سنقدمها لكم بدون جوب و بدون جيلاتين وكذلك وصفة باردة بدون فرن سنقوم بتحضير المقادر وطريقة تحضير وفرجهم وفي التحضير الوصفة سنحتاج اطار او سينيا للقطر 26 سنتيم وفي العلو تقريبا 1-4 سنتيم سنستعمل اي بيسكوي بغيته إلى 250 جرام البيسكوي تعتبر بالبيسكوي يرسل اي ان اخده في تحانة أو بلاستيكة كيف سنقوم بتحضير فضايزة سنستعمل على خلط الخليط قليل أكدا ضع قوصة جيدة تعتبر إناء ثم اضبتهم واسئة نضيفهم مع الخليط قبل ان اضيفهم مع الخليط نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة تستخدم المكونات وكما تستخدم المكونات ثم نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة سوف نضعه في ثلاج ونضعه بما نوجد طبقة الكريمة سوف نحتاج 300 ملّة الحليب ومن بعد سوف نضعه مع قشور الحامضة كاملين قشور الحامضة كاملين سوف نضعه مع القد السكر مع الحليب سوف نضعه مع ججر البيض نضعه مع حليب أو القشور الحامضة سوف نضعه مع الصباح ومن بعد سوف نضعه وضعه مع القشور الحامضة بها بيض وضعه مع القشور الخلي وقشور الحامضة أعضل مع هنشة وابطرة الكريم تقريبا نضيفه مع الكوبار بودرة الكريم باتيسيري إذا كانت متوفرة لا كانت متوفرة لديكم تعاوضها مع الكوبار سوف نضيفه جيدا مع السكار والفاني بعد ذلك نضيفه عليه و نخلطه جيدا بما كان كل حليب نغلي و نضيفه على الخليط و نحركه بسرعة نخلطه هذه المكونات بسرعة و من بعد نرجعه من فوق النار و نستمره في التحريك حتى يقدرنا الخليط كما شاهدت مع الكريم باتيسير يجب أن نضيفه على الخليط و نضيفه على الخليط و نضيفه على حلوك و نحركه جيدا و نرجعه من فوق النار و نضيفه و نضيفه من الخليط و نستمره في التحريك بسرعة و نتاعد لكم الخليط في هذا الطريق لا تضيفه لكم الكريمة و نضيفه وقتا على النار و نضيفه و نتاعد موشفت بفقدن نضيف이나 جيلاتين وشكولاتين إذا وعودوا موشف تاخذوا أوراق جيلاتين في الماء البارد ثم ستصفهم من الماء و أضيفهم سخونة سيضيفه 170 جرام شكولاتين سمعت العلبة لديها 170-175 جرام شكولاتين نضيف الكريمة سخونة نضيف الكريمة حتى يدب نحرك جيدا نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف بلاستيك غداء لتقوم بردلين نضيف الكريمة نضيف السموي لتبرك النزمة نضيف الكريمة انهجiness نضيف كريم نضيف الكريمة قالت نقطع هذه الحشيات من الفرز نقطعها من القطعة الصغيرة وهو ما الذي نستعمله كحشوة لكيك هنا يمكن استعمال كريمة سائلة أو كريمة بودرة تخلطها مع الحليب أو كيف ستستعمل نقطع الكريمة ستستعملوا أي نوع كريمة من القطعة ثم ستستعملوا بودرة الكريمة سوف تضربها مع ربعة الحليب التي يكون بارد و تطلعها جيدا حتى تشعر على نفس النتيجة سوف نضيفها مع القادة الكريم شانتي و سوف نعود نطرب سوف نضيفها مع ملعقة خشبة مع ملعقة خشبة سوف نضيفها مع ملعقة خشبة يعني ساعدي بيسكويت أضع الاقل من القطاع الفريز نضيف كمية من الكريمة كما قام بقاطع publish وأعدم القطاع الصغيرة فأضيف الحشوي ثم نضيف كل مقاطع الكريمة من القطاع إضافة الكريمة أضيف الكريمة الموضوع او في جيب حلواني لكي نعمر هذه الجنيبات مزيان هناك تضغطوا الكريمة في هذه الجنيبات بين كلها في فريزة و فريزة لكي تأكدوا بأن الكريمة عمرت لكم هذه القنيتات و لم يكونوا خويين سوف نخفي الكيمية البقات عندي ديال الكريمة ومن بعد نبسطها على الوجه ديال المول كان قدها مزيان بهذا الشكل هذا ونخلوها في تلاجة تخلوها في تلاجة 4 ساعة أو أكثر من الأفضل أن تخلوها تبرد مزيان باش تقدروا تزولها من الإطار ديالها بكل سهولة انا لكي مشتوا معي من بعد ما بردت نزولها من الإطار ونضعها في طبق تقديم وفي الآخر نزينها بقشور ليمون الحامض لتزين كي يبقى اختياري نزينها بطريقة اللي بغيته هذه التحذية اللي بنات ركت جلدي بزاف أنا أكيد إلا جربتها ستعجبكم وصلنا للآخر الفيديو نتمنى تعجبكم وصفة اليوم وإلا عجبتكم لا تنسوا الشيء لايك للفيديو وخلوا لي تعليقاتكم إلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى